أهلا بكم من جديد أعلن النظام السوري دخول قوات مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية وذلك بعد وقت قصير من توجيه الوحدات الكردية دعوة إلى نظام للانتشار في المنطقة أما الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية فنفى دخول قوات تابعة للأسد إلى منبج هذا وعدت موسكو دخول قوات النظام مدينة منبج تطورا إيجابيا في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النظام السوري يشن حربا نفسية في منبج مؤكدا أن أنقراء تعمل على تلقين المسلحين الأكراد ترسا على حد تعبيره هذا هو المشهد التي باتت عليه المناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي استعدادات عسكرية للجيشين الوطني والجيش التركي طبعا للمعركة المرتقبة في ريف حلب الشرقي للسيطرة على مدينة منبج كما نشاهد الآن هناك تواجد كثيف لعناصر الجيش السوري الحر المنضوينة في الجيش الوطني طبعا للتحرك بعد قليل إلى ريف حلب الشرقي أرتال عسكرية كبيرة وتجهيزات كبيرة حقيقة هنا في ريف حلب الشمالي وأيضا في ريف حلب الشرقي في مدينة جرابلوس حيث تتواجد القوات العسكرية للجيش التركي وأيضا الجيش الوطني 15 ألف مقاتل طبعا شارك بها الجيش الوطني بجانب القوات الخاصة للجيش التركي التي وصلت إلى محيط مدينة منبج طبعا هناك آليات عسكرية كبيرة وأيضا تواجد لا يزال مستمر في محيط مدينة منبج تكثاف من قبل الجيشان التركي والجيش السوري الحر حيث ستنطلق هذه العمليات خلال أيام قليلة بحسب القادة العسكري المتواجدين هنا قحطان مصطفى التفزيزيون العربي ريف حلب إذن كانت هذه المشاهد من ريف حلب مع مراسلنا قحطان مصطفى وأذهب إلى إدلب يضم إلينا من هناك مراسلنا خالد الإدلبي وأيضا من موسكو مراسلنا محمد حسم أبدأ معك خالد النظام يؤكد دخول قواته إلى منبج التحالف الدولي والمعارضة ينفيان ما حقيقة الوضع هناك؟ هل دخلت قوات النظام بالفعل إلى منبج؟ نعم بحسب مصادر مدنية على الأرض وبعد تصريحات التي خرجت من قبل المتحدث بسم جيش النظام لم تدخل أي قوات للنظام باتجاه مدينة منبج إنما دخلت قوات إلى قرية العريمة التي تسيطر عليها قوات النظام سابقا ونفى أيضا التحالف الدولي على حسابه على تويتر ودعا الأطراف إلى التزام المصداقية في حيال موضوع منبج أيضا نفت وزارة الدفاع التركية موضوع دخول قوات النظام باتجاه منبج تستمر القوات التركية والجيش الوطني برفض التعزيزات وتعزيز نقاط الجبهات على محيط مدينة منبج ويذكر أن مدينة منبج معظم سكانها من العرب المقيمين ونزح الكثير منهم بسبب تنظيم داعش سابقا وبسبب تهيدات وحدات حماية الشعب الكردية يتوقع في أي لحظة انطلاق المعركة بعد التهيدات التركية وتهيدات الجيش الوطني الذي هدد ميليشيات الحماية الكردية بأنه سيسيطر على المدينة في أي لحظة نعم أذهب إلى محمد حسن من موسكو محمد يعني أنباء متضاربة عن دخول قوات النظام إلى منبج ولكن بعيدا عن ذلك هناك زيارة لوفد تركي غدا إلى موسكو هل برأيك ستكون هناك تفاهمات تركية روسية ربما تعزز تواجد قوات النظام في منبج في الواقع التنسيق الروسي التركي العسكري والسياسي في أعلى مستواته في هذه الفترة وبلا شك الزيارة المقررة للوفد التركي غدا والتي ستضم وزير الخارجية ووزير الدفاع التركيين ويعقد لقاء مع الطرف الروسي ستتناول الموضوع في منبج بشكل خاص وبشكل عام في سوريا إثرى قرار خروج الولايات المتحدة من هناك بالنسبة لموسكو وعلى لسان العديد من المسؤولين قرار الولايات المتحدة ما زال غامضا يؤكد الساسة الروس على أنهم لا يملكون معلومات رسمية عن الجدول الزمني لخروج القوات الأمريكية إلى أين ستتوجه هذه القوات الأمريكية ولمن ستترك القوات الأمريكية المناطق التي ستغادرها وهل ستغادر بشكل تام أم أنها ستبقى في عمل ربما ليس على شكل قوات برية على الأرض وإنما غارات جوية أو بطريقة أخرى العديد من الأسئلة حول الانسحاب والعديد من الإشارات الاستفهام حول مستقبل هذه المناطق بعد خروج القوات الأمريكية ولذلك في هذا السياق يأتي التنسيق الروسي التركي هذا من جهة أخرى روسيا منذ الإعلان عن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية كانت تدعو إلى أن هذا الفراغ يجب أن يملأ من قبل القوات السورية ولكن كانت هذه الدعوات تكون في إطار القانون حسب المتحدثين الرسميين الروسي أنه من منطق القانون الدولي ولكن يأتي هذا في إطار الدعوات والتشجيع وعندما جاء النبأ من القيادة العامة اليوم بأن الجيش السوري دخل من بش كان هناك بالأمر الطبيعي السؤال إلى المتحدث باسم الكراملين وقال طبعا نحن نرحب بهذا الأمر ولكن يمكن أن نسمع من لهجة المتحدث باسم الكراملين عندما قال ذلك في مقابلة عبر الهاتف أنه ليس متأكدا حتى بأنه لم يقل نحن نرحب بهذه الخطوة وما إلى ذلك وإنما قال طبعا هذا الأمر جيد ويساعد على التسوية السياسية بهذه العبارة هو رحب بالأمر ولكن المعلومات بشكل عام حول دخول الجيش عبر وسائل الألام الروسية وعبر العديد من القنوات تأتي متضاربة جدا حيث نسمع من نفس قوات سوريا الديمقراطية نفي بأنها وجهت دعوة وفي نفس الوقت نسمع دخلت ولم تدخل والمشهد ليس واضحا حتى الآن ما هو مؤكد هو زيارة الوفد التركي غدا نعم المشهد يظل غامضا حتى الآن في منبج وربما هذه الزيارة إلى موسكو ستخرج ربما بتفاهمات جديدة بين تركيا وروسيا أشكرك محمد حسن مراسل تلفزيون العربي من موسكو وكما أشكر أيضا مراسلنا خالد الإدلبي كان معنا من إدلب